يقول ما حكم بيع الكتب في المكتبات وفيها يعني كتب مختلفة العقائد عبد الله من بريطانيا بارك الله فيك بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يسعى بطلب الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يجب عليك أن تسعى بطلب الرزق الحلال ومن جملة ذلك أن تبيع الكتب النظيفة التي ليس فيها شيء من الخلل العقدي أو الأمور السلوكية الأخلاقية وغير ذلك من الأمور وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه ترجمة نانسي قنقر